اشتركوا في القناة ومن المقرر أن يلقي فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات لبدء أعمال القمة ومن المتوقع أن تشهد هذه القمة عددا من القرارات الهمة التي تصب في مجال تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات تستوجب توحيد الجهود الدولية لمجابهتها ومن المقرر أن يلقي فخامة الرئيس الأمريكي خطابا إلى الأمة الإسلامية وسط توقعات بأن يحمل هذا الخطاب لهجة تصالحية ودعوة لتوحيد الجهود ضد الإرهاب وقد ذكرت عدد من المصادر أن مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة والأزمة السورية ستكون من الملفات الرئيسية على طاولة أعمال القمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر